شاهدين دلوقتي معايد موجز لآخر وأهم الأنباء مع ليندا تفضل يا ليندا شكرا بساند الثمنة بتوقيت القهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية مثمنا الدورة الإنمائية الذي يقوم به البنك بالدول الأعضاء جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للمجموعة وخلال اللقاء أكد مدبولي تطلوه لتبني البنك في الفترة المقبلة صيغة تعاون بين دول الأعضاء على صعيد القضايا الأكثر الحاحن وفي مقدمتها الغذاء والطاقة بحث وزير الزراع والتصلاح الأراضي السيد القصير مع وفد الإفاد أفاق التعاون والمشروعات الزراعية المشتركة بالإضافة لعدد من الموضوعات الهمة ومنها مؤتمر كاب 27 المقرر عقده في مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ وخلال اللقاء أكد وزير الزراع أن الدولة تعمل جاهدة على الانتهاء من الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء العمل الحكومي في تنفيذ المشروعات بمصر والانتهاء من المشروعات المعلقة هذا وتناول اللقاء أيضا بحث التعاون في بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الإفاد بمصر والدور المنوض بهم في تنفيذ المشروعات على أكمل وجه لتحقق الأهداف المنشودة منها بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن الوضع العام في البلاد وخاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وشهد الاجتماع استعراض الحلول التي تم تصورها للاستجابة لمطالب الشعب التونسي في هذه المرحلة وخلال الاجتماع قدمت رئيسة الوزراء لرئيس التونسي مشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الذي تم إعداده من قبل فرق العمل الحكومية قال الرئيس الأوكراني فضاديمي زيلنسكي أن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في قتلها ضد الروس في مدينة سيفرو دونسك وأضاف الرئيس الأوكراني في خطاب بالفيديو أن الوضع العسكري العام في منطقة دونباس لم يتغير خلال الأربعين والعشرين الساعة الماضية وشكر زيلنسكي في خطابه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعاهده بإرسال صواريخ متطورة لافتا إلى أنه يتوقع أخبارا جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خضر بيع بنادق هجومية للأفراد مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة المحدد حاليا بسن ثمانية عشر عاما إلى سن واحد وعشرين عاما جاء ذلك في خطاب تلفزيوني ألقاه بايدن بعد تسعة أيام على حادثة راح ضحيتها تسعة عشر طفلا ومدرستان في مدرسة في تاكسيس وخلال خطابه أدنى رئيس الأمريكي رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوك الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة وصفا ذلك بأنه غير مقبول أصيب خمسة أشخاص قراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسين شمال الولايات المتحدة أثناء دفن شاب وقالت شرطة في مدينة ويسين الوقع على دفاف بحيرة ميشيغن إن إطلاق النار وقع خلال جنازة شاب قتلته الشرطة في مايو الماضي موضحة أن بين الجرحة أقارب للقتيل وكانت الشرطة قد قتلت الشاب داشون تاي كينغ صاحب 37 عاما أثناء هروبه من عناصر أمن شاهدوه يحملوا مسدسا أما الرياضيا فتعادل المنتخب الإسباني مع ضيفيه البرتغالي بهدف لمثله في مستهل مشوارهما بدور الأمم الأوروبية وافتتح ألفارو موراتا التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الخامسة والعشرين من المباراة قبل أن يحرز ريكاردو هورتا التعادل للضيوف عند الدقيقة الثانية والثمانين من المباراة ليحصد أقل المنتخبين نقطة وحيدة في بداية مشوارهما في البطولة هذا ويلعب المنتخبين ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا الشيك والسويسرا اشتركوا في القناة